بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناولنا في المحاضرة السابقة المفاهيم المنطقية ووقفنا عند مفهوم المصداق والمفهوم وذكرنا أن المفهوم هو نفس المعنى بما هو أي نفس الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء أما المصداق فهو ما ينطبق عليه المفهوم أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية فالوجود العيني الخارجي للشجرة هذا مصداق والمفهوم ما هو هو الصورة الذهنية للشجرة أي صورة الشجرة في ذهنك هذا مفهوم والوجود الخارجي لهذا الكائن هو المصداق يعني التباين الذي تناولناه في باب الألفاظ أين يقع؟ يقع في المفهوم وليس في المصداق يعني في الصورة الذهنية وليس في الحقيقة الخارجية نأتي الآن إلى موضوع النسب الأربعة والمقصود بالنسب هو النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعهما في المصداق وعدمه فقسمناه على أربعة أقسام نسبة التساوي وتكون بين مفهومين يشتركان في تمام أفرادهما كالإنسان والضاحك فالإنسان مفهوم مصداقه ما هو؟ مصداقه بن البشر كل واحد منهم هو إنسان والضاحك أيضا مفهوم مصداقه ما هو؟ مصداقه أيضا بن البشر فكل إنسان هو ضاحك وكل ضاحك هو إنسان فإذن مفهوم الضاحك ومفهوم الإنسان يشتركان في الدلالة على مصداق واحد هو جنس البشر فبين المفهومين الإنسان والضاحك نسبة تساوي ويمكن أن نرمز لها بالرمز الرياضي علامة اليساوي ثانيا نسبة العموم والخصوص مطلقا هذه النسبة تكون بين مفهومين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره لاحظ كلمة وعلى غيره فلو قلنا النسبة تكون بين مفهومين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وأسكت ما هذه النسبة؟ هذه النسبة نسبة التساوي أما إذا أضفنا وعلى غيره أصبحت النسبة نسبة العموم والخصوص مطلقا مثال هذه النسبة الحيوان والإنسان الحيوان مفهوم يطلق على الإنسان وعلى غيره على اعتبار أن الإنسان هو حيوان ناطق في التعريف المنطقي يعني إذا أردت أن أرمز لهذه النسبة بالرمز الرياضي أقول الحيوان أكبر من الإنسان مفهوم الحيوان أكبر من مفهوم الإنسان فعلامة هذه النسبة العلامة الرياضية أكبر من ثالثا نسبة العموم والخصوص من وجه وليس مطلقا وتكون هذه النسبة بين مفهومين يجتمعان في بعض مصادقهما ويفترقان في مصادق أخرى خاصة فمثلا أقول طير وأسود مفهوم طير ومفهوم أسود هذان مفهومان ما مصداقهما الطير واضح الدلالة على الحيوانات الطائرة أما المفهوم الأسود فيصدق على الطير وعلى غيره لكن ليست كل الطيور سوداء اللون وكذلك ليس كل أسود هو طير فبينهم اختلاف وتباين ولكن قد يشتركان في الغراب مثلا فهو أسود وطير إذن النسبة بين مفهومي الأسود والطير هي نسبة العموم والخصوص من وجه ويرمز لهذه النسبة رياضيا بعلامة X رابعا نسبة التباين وتكون هذه النسبة بين مفهومين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا فالأعمى والبصير لا يجتمعان أو الأسود والأبيض وكل المعاني التي ذكرناها في مبحث التقابل ويرمز لهذه النسبة برمز التباين خطين مائلين هذه النسب الأربعة ننتقل الآن إلى موضوع النسب بين نقيضي الكليين وهنا نقرر كل كليين بينهما أحدى النسب الأربعة التي ذكرناها لابد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب ما هذه النسب؟ أولا نقيضاء المتساويين متساويان أيضا لاحظ معي إذا كان مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق بينهما نسبة التساوي على اعتبار أن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان فالنقيض إنسان نقيضه لا إنسان وناطق نقيضه لا ناطق إذن ينبغي أن يكون لا إنسان يساوي لا ناطق كيف نبرهن على ذلك؟ للبرهان على ذلك نقول المفروض أن باء يساوي حاء رمزنا للمفهوم الأول بالرمز باء وللمفهوم الثاني بالرمز حاء فالمفروض أن باء يساوي حاء والمدعى أن لا باء يساوي لا حاء يعني نقيض المفهوم في باء وحاء رمزنا لهما بلا باء ولا حاء البرهان لو لم يكن لا باء يساوي لا حاء لكان بينهما أحدى النسب الباقي الثلاثة لأن لدينا أربع نسب سنشرع ببيان أن النسب الثلاثة الأخرى غير صحيحة لنستدل على نسبة التساوي لاحظ معي لو لم يكن لا باء يساوي لا حاء لكان بينهما أحدى النسب الأخرى ولا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة فلو صدق لا باء بدون لا حاء لصدق لا باء مع حاء لأن النقيضين لا يرتفعان ولازمه أن لا يصدق باء مع حاء لأن النقيضين لا يجتمعان وهذا خلاف المفروض باء يساوي حاء وعليه فلا يمكن أن تكون ثمة علاقة بين باء وحاء غير التساوي وهو المطلوب في البرهان ثانيا نقيضاه نسبة الأعم والأخص مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقا فالمثال الذي ضربناه في نسبة الأعم والأخص مطلقا الحيوان والإنسان وقلنا أن الحيوان أعم من الإنسان لأن مفهوم الحيوان يصدق على الإنسان باعتباره حيوانا ناطقا ويصدق على غير الإنسان من الحيوانات الأخرى فمفهوم الحيوان أكبر وأعم من مفهوم الإنسان أأتي إلى النقيض لا حيوان أصغر من لا إنسان إذن لا إنسان أكبر من لا حيوان لأن مفهوم لا إنسان يصدق على كل لا حيوان ولا عكس فالفرس مثلا يصدق عليه لا إنسان لكنه من الحيوانات فلا إنسان يشمل لا حيوان ويشمل الحيوان فلا إنسان إذن أعم وأكبر من لا حيوان للبرهنة على ذلك نقول المفروض أن باء أكبر من حاء والمدعى أن لا باء أصغر من لا حاء البرهن لو لم يكن لا باء أصغر من لا حاء لكان بينهما أحدى النسب الأخرى فلو كان لا باء يساوي لا حاء يعني نسبة التساوي لكان باء يساوي حاء على المبرهنة الأولى في النسبة الأولى نسبة التساوي ذكرنا أن باء يساوي حاء إذن لا باء يساوي لا حاء فلو كان لا باء يساوي لا حاء لكان باء يساوي حاء وهذا خلاف الفرض لأن باء أكبر من حاء وليس يساوي برهنا على أنه ليس بينهما نسبة التساوي نأتي الآن لو كان بينهما نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه للزم أن يصدق لا حاء بدون لا باء ويصدق حينئذ لا باء مع حاء لأن النقيضين لا يرتفعان ومعناه أن يصدق حاء بدون باء أي يصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض إذن بطلة الاحتمالات وتعين أن يكون لا باء أصغر من لا حاء وهو المطلوب نأتي ثالثا نقيضاء نسبة الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا ومعنى التباين الجزئي عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى فيعم التباين الكلي والغموض والخصوص من وجه لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن يقال أنهما لا يجتمعان في بعض الموارد ومثلنا لهذه النسبة بالطير والأسود فإن نقيضهما لا طير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا لأنهما يجتمعان في القرطاس ويفترق لا طير في الثوب الأسود ويفترق لا أسود في الحمام الأبيض للبرهن على ذلك نقول المفروض أن باء لا يساوي حاء علامة الأكس أن باء لا يساوي حاء والمدعى أن لا باء يباين لا حاء تباينا جزئيا البرهن لو لم يكن لا باء يباين لا حاء تباينا جزئيا لكان بينهما أحدى النسب الأربع بالخصوص فأولا لو كان لا باء يساوي لا حاء نسبة التساوي للزم أن يكون باء يساوي حاء لأن نقيضي المتساويين متساويان وهذا خلاف الفرض لأن باء لا يساوي حاء كما ذكرنا في بداية المفروض ثانيا لو كان لا باء أصغر من لا حاء لكان باء أكبر من حاء في المبرهنة الثانية لأن نقيض الأعم أخص وهذا أيضا خلاف الفرض ثالثا ولو كان لا باء لا يساوي لا حاء فقط لكان ذلك دائما مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي كما تقدم في المثال لا حيوان وإنسان رابعا ولو كان لا باء يباين لا حاء فقط لكان ذلك دائما أيضا مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم في مثال لا طير ولا أسود وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا حاء تباينا جزئيا وهو المطلوب في هذه المبرهنة أربعة بالنسبة للنسب نقيضاء المتباينين متباينان تباينا جزئيا والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال لأن نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا كالموجود والمعدوم ونقيضاهما اللاموجود واللامعدوم ونرى في البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه كالإنسان والحجر ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر وبينهما عموم وخصوص من وجه لأنهما يجتمعان في الفرس مثلا ويفترق كل منهما عن الآخر في عين الآخر فاللا إنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر واللا حجر يفترق عن اللا إنسان في الإنسان إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوع النسب الأربعة والنسب بين نقيضي الكليين أرجو أن فهمتم ما دار في المحاضرة نعم هذه المواضيع تحتاج إلى ذهن صاف غير شارد وغير منشغل مع ورقة وقلم والكتاب أمامكم تراجعون فيه أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله